هل تصرعنا وظلمنا الشيخ علي جمعة في فتواه فيما يتعلق بدخول غير المسلمين الجنة وقضية الشاب الذي يقول الفتاة بحبك وحشتيني وبعض أجوبته في برنامجه الأخير نور الدين هل تصرعنا والرجل يعني كان مصيبا في كلامه وتصرعنا وعلينا أن نتريث أو تم تحريف الكلام هذا ما نتحدث عنه مشيئة الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد كعادة تلامذة الشيخ علي جمعة أو المدافعين عنه أو بهليل علي جمعة لأن له بهليل ودرويش طبعا وهو إحيانا يتذروج في مثل هذه المسألة لما رد الناس على قضية كلامه عن الجنة ليست المسلمين فقط واستذل بالآية إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر فلهم أجرم عند ربهم ولا خوف عليهم ولهم يحزنون وحينما رددنا وبينا وأنا من أول من رد وقلت في ردي والحمد لله اليوتيوب مجود قلت لو أنه قال المقصود بذلك أهل الفترة أو من لم تبلغه من رسالة صحيحة كذا لا صح كلامه لكن هذا الإطلاق لا لا يصح خطأ خطأ تماما طيب تمام الفيديو مقصوص لسنا نحن من قصصناه ولا مقصوص أصلا يعني وأنا تعمت أشاهد الفيديو الحاجة وعشرين دقيقة كاملا لأرى أشاهد الإجابة من أولها لآخرها لا هذه إجابة على جمعة لا نقص ولا زيادة فمن هنا الذي اكتزأ طيب إذا ما وردت فكرة كهذه يرى من قال بها أنها خطأ وإنه أحدثت ضجيجا أو جلبة أو سوء فهم من المطلوب منه أن يوضح بعض المحسوبين على الشخص أم الشخص نفسه يعني هو علي جمعة ماشي المرحوم علي جمعة علي جمعة عايش حي يرزق طيب الحي يرزق وهل علي جمعة ممنوع من وسائل الإعلام لا الرجل بيت كل يوم في برنامج واتنين ربنا يزيد ويبارك يعني في الخير إن شاء الله يعني فالقصة ليست يعني لا علي جمعة مات ولا علي جمعة كلا محرف لأن قاعدوا يستدلوا من قبل بقضية لا كما لعبوا في فيديو اضرف في المليان برضو دي علي جمعة مدان فيها بالمناسبة هذا الفيديو أيضا علي جمعة مدان فيه لأن هذا الفيديو سرب أو أخرج من الشؤون المعنوية قوات المسلحة وحين خرج أخذت منه هذه الفقرة تمام طيب حينما خرجت هذه الفقرة وأسيء فهمها متى رد علي جمعة بعد سنة ونصف سنتين يعني لما كانت خلاص الغرض تتأدى وكان في هذه الفترة مطلوب شيطانة الإخوان والمعارضين ولا أفرق معه وكان بيقدم أوراق اعتماده يعني أو هو اعتمد بالأساس يعني عند هذه السلطة فيعني أنا أثيرت حولي ضجة حول رأي علمي أنا قلته أسيء تعكر هو عكر الرأي أهيا كان بها في هذه الحالة أوضح خاصة إذا أساء الناس فهم هذا الكلام لا أقول يا أخواننا هذا كلام غير صحيح وهذا يحدث معي ويحدث مع آخرين لم يكن فعلا ناتج عن سوء فهم حقيقي إنما نترك في فيديو دروف الماليين اللي أعدوا يطنطنوا بطب فيديو لما قال مين قالك كان دو غير صحيح طب ما يلبي تبطي الله نأخذ إلى المسلم اللي هلأ المسلمون ومن يسري في حكمهم ولوما كذا 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 إنما لا طب خلاص بنعيد السؤال على الدكتورة علي جمعة مرة أخرى هل فعلا أنت تقصد أن كل كل من اتخذ دينا غير الإسلام مستدرين بديه الآية هو في الجنة اتفضل يوضح الدكتورة علي جمعة إنما يطلع الشيخ عبدالقادر الحسين جزاء الله خير ويعني بإنصافه في المسألة وقال لا وإن المقصود وإن لو قال كذا فقد كفر تمام هذا كلام جيد تمام على راسي من فوق ويخرج الشيخ اسمه إيه سعد يعني طاه عن دماغي اسمه أنا آسف يعني أشرف سعد الشيخ أشرف سعد آسف يعني وأحد المقربين أيضا من الشيخ علي جمعة وطبعا قاعد يعني يهاجم الناس طب ما هو الكلام بتاع الشيخ علي مو الغز أو مش مو الغز لا هو مقصود بي يعني هذا الاضطراب أو هذا الإثارة طيب خلاص ما الناس أثيرت يبقى أولى اللي يتكلم التكثير علي جمعة نفسه لا قضيت وإن الكلام قال العفاف يا جماعة يعني الكلام دي على راسنا من فوق لكن المفروض التوضيح والشيخ علي جمعة مش لسه عالي صغير هنقوله والله الفتوى ولابد من الاحتفاء بقرائنها والانتباه ومقالات الأفعال لا عارب بيقول إيه وارد طبعا يعني الأخطاء وارد على الإلسان وسبق اللسان وارد وسبق القلم أوضح إنما أنا يطلع ناس توضح وأنا قاعد موجود وأني لا هذه مسألة طبعا ليست صحيحة وأخطأ فيها هل بقى آصد مش آصد مسألة هذه عمل قلبي يعني ما نقدرش نحكم فيه كثير فقضيت لا إحنا تسرعنا ما حدش تسرع لم يتسرع أحد وإذا أساء الناس فهم عبارة عن شخص الأولى بهذا الشخص أن يوضح هذه العبارة بوضوح لا لبس فيه ولا غموض إنما وبدأ يقولك والله يصل جماعة لربية يا جماعة بلا إسفاف كفاكم إسفافا كلما انتقد على جمعة الجماعة الإرهابية كلما انتقد لا الأصل السلفية الوهابية التي تهاجم فلانا يا جماعة السلفية وإني لا الاحتكام من منهج الأزهر كل الجماعات الإسلامية خرجت من رحم الأزهر فبلاش نتحك لنا لماذا تضحك على الظقون يعني لماذا يعني الجماعة السلفية في مصر أنصار السنة من أسسها الشيخ محمد خطة بالسبك منين؟ من الأزهر الإخوان المسلمون معظم القيادات الفقهية والعلمية في جماعة الإخوان من علماء الأزهر جماعة الجهاد من فيها كان الشيخ عمر رب الرحمن من الأزهر يعني أنا أصد إذا يعني أنا هنا لا أسيء للأزهر أنا أتكلم إني يا جماعة مش كلما كلما حد رد وهاجم نروح رمين تهمة الإخوان السلفية الوهابية اللي كذا اللي كذا طيب والأم أنا المتصالح مع الوهابية وقام الانقلاب معه السيسي اللي بتأيدوه إذن القصة هنا ليس قصة سياسة وارد بعض الناس طبعا والناس سخروا من علي جمعة في بعض هذه القضية وعملوا كومنتات سخرية طبيعة الناس العامة بوجه العام يعني ده مش مش مخطط ناس أعدى والله الشيخ علي قال كلفة يوم يمسكوها يا بهذه لا هذا ردود أفعال العامة من الناس مش العامة وكل ما لم يعجبه الرأي وده بيحصل معانا ومع أي حد خلاصة الأمر مسألة إن احنا نقول إن والله الشيخ علي جمعة في الأرى اللي قالها بخصوص دخول غير المسلمين الجنة أو العلاقة بين الشاب والفتاو اللي ها بحبك وحشتيني وإن هذا سوء فهم خلاص أساء الناس الفهمة على الشيخ علي جمعة أن يخرج للناس ليوضح الفهمة الصحيح الذي أراده هو سهلة لكن أن يخرج بعض تلامذة أو يعني درويش علي جمعة للدفاع بالحق والباطل لا طبعا هناك من دافع بإنصاف في المسألة مثل الشيخ عبدالقادر الحسين هناك يعني دفاع بلا أي طعم مقصود به أي قول وخلاص فإذن الناس لم تتسرع الذي أخطأ ولم يصف في جمله التي صاغ بها الإجابة هو الشيخ علي جمعة فالتصحيح مطلوب من من مطلوب من الشيخ علي جمعة أن يوضح ماذا قصد إذا دعيته نساء وربط ذلك بأحداث قديمة فيديو درف في المليان أو في كده لا الناس لم تخطي الذي أخطأ في هذا الأمر علي جمعة كان علي أن يصحح حتى في فيديو درف في المليان انتظر لي سنتين أو سنة ونص إلى أن وضح بعد أن يعني أدى الفيديو غرضه عند السلطة نفس الحال سعد الهلال لما قال أرسل رسولين والله اطلح وضح وضح أنت أنت صاحب العبارة أساء الناس فهم العبارة فماذا عليك عليك أن توضح أنت فالناس لم تتسرع في فهم على جمعة إنما من أخطأه على جمعة ومن علي أن يصحح خطأه سواء ب سبق اللسان أو بخطأ الفكر هو أعليكم عن نفسه نسأل الله عز وجل أن يتقبل منه ومنكم صالح الأعمال أقول قولي هذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته